لا حرب في مدينة بيت الفقه فالحوثيون هم من يفرض النفوذ بقوة السلاح في هذه المدينة كما هو حالهم في سائر مدن محافظة الحديدة لكن سكانها لا ينعمون بسلام القوة الغالبة إنهم يقتلون وتهدم منازلهم وتصادر أموالهم ويودعون في السجون محمد عز المجهص ليس آخر الضحايا لكن الثمن الذي دفعه هذا التاجر المغترب في المملكة العربية السعودية كان باهظا ترصدت له الميليشيا وبلغ بها الأمر حد اقتحام منزله ومفاجأته مع أفراد عائلته بما يشبه السطو المسلح بحثا عن الإتاوة النتيجة كانت مواجهة مع الميليشيا دافع فيها التاجر عن نفسه وعائلته لكن قوة الميليشيا كانت أكبر من صموده المشروع في وجه هذه الهجمة العدوانية التي انتهت باقتياد التاجر إلى السجن وتشريد عائلته وتحويل منزله إلى هذه الأطلال تترصد الميليشيا أبناء بيت الفقيه والميسورين منهم على وجه الخصوص بحثا عن أموال تفرضها عليهم ابتزاز وسطه المسلح وعقب جماعي أيضا في الماضي القريب جدا انشغلت شاشات الإنقلابيين بالغارات التي استهدفت تجمعات مسلحيهم في بعض مساكن هذه المدينة ومنشآتها العامة واليوم تصمت الشاشات عن جريمة كهذه لم يعد لدى عائلة المجهس منزل ولا أثاث ولا أموال حتى ذهب النساء تم نهبه وسيارات العائلة وحيواناتها والكارثة الكبرى أن عائلها الوحيد الذي جاء لقضاء إجازته بين أفراد عائلته ربما لن يعود أحدث غزوة للميليشيا في بيت الفقيه خلفت نكبة عائلية وإحباطا واسعا وقلقا أسكت سخب سوق هذه المدينة العريقة التي ظلت شاهدا على عظمة تهامة وحضورها في عمق التاريخ والوطن